على امتداد أيام تعاني شركة قرطاج لصناعات الغذائية بسوسة من فقدان مادة السكر والذي امتنع الديوان التونسي للتجارة بسوسة عن توفيرها وهو ما أثار غضب عمال وإطارات الشركة الذين تحولوا إلى مقر الديوان التونسي للتجارة بسوسة ونفذوا وقفة احتجاجية على عين المكان احنا عنا مشكلة مع الديوان التونسي للتجارة يحب يوفرنا السكر عنا كتاء يتعامل معنا بكتاء اللي احنا قطاق الانتاج متاعنا توصل 300 تورناتا وهو يوفرنا كان في 140 تورناتا علاش نحب نفهم علاش عنا اشكالية دي من تسعة شهور وعشر شهور احنا في الاشكال هذي ناخفو نوصله عشرة ايام وبالخمساش نيوم وحنا واقفين المدير الضايا معطلنا مصالحنا مش مرة مش اثنين مش ثلاثة نجيو نحكيه معاو نكلموه يقول به يوعدنا يعطينا قريتك المدير الإنسان المدير يوعدك بحاجة وما تلقى شيء حل السرطة لغا خيط السكر حجر في وسط الدبوات العباد جيت قص في السلعة كمس السيدة الضايا عنده شارك عنده اربع يار الضايا في الشارك قص في 260 تورناتا أصباح جاء مش قص قص ومية شكرا معناه خمس سران عليه لازم عطل مصالح لعباده ديك وزيد يعطل نحن وحنا صحاب عيات نتوجيه اربع ياما نخدموش فيما انتوالله بطل فيما انتوالله وحط لك سكر موجيت ايه يا تكسح عربة جاملة هنا معادي مش اخدمها نروح والعب فيما انتوالله كيفاه شنو عملو مش نسرقوه كيفاه مش نبيعو الزطلة شراب كيفاه معا ما نعملو حدش نجينا هنا مش اخويا مديننا السكر خليل مش نخدمها نروح يعني طيو شنو ذنبي يعني طيو كي جاي مروح طيو يعني جاي من مهدية جاي له هنا جاي باش نعبي سلعة مقيتش سلعة والسلعة موجودة ما باش يعطوني شنو ذنبي يعني تخسرت ناري الروح قادش بشي خلصت جمال مدير ولو من عارش كونج بذبط يجي الشيك مره ما نعرفش يقول لك لا انتو مره يطلع عننا حكا انت مره السكر مثلا ماشي مره الشيك لا مره اللي داره بتعطونس قالت لا اعطينا حاجة عطينا حاجة كيتابين على قلب اثرى مد وزجر بين عمال شركة قرتاج للصناعات الغذائية ومدير الديوان التونسي للتجارة بسوسة توصل الطرفين الى حل وقتي تمثلا في توفير اثنى عشر طن من السكر لهم في انتظار حلول جذرية هذا وقد امتنع مدير الديوان التونسي للتجارة بسوسة من الادلاء بأي تصريح او الإفادة بأي أسباب حول عدم توفير مادة السكر للشركة